قال المتحدث باسم مجموعة الشرق القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية لوكالة تاسر روسية للأنباء إن وحدات المجموعة أحبطت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية باتجاه جنوب دونتسك وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت 14 نقطة انتشار مؤقت وأربعة مواقع للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودعين للدخيرة الميدانية للقوات الأوكرانية مضيفا أن الهجمات استهدفت معاقلة ومناطق تمركز الأفراد التابعين للواء المشاة الميكانيكي ولواء الدفاع الأراضي الأوكراني الذين تكبدا خسائر فادحة وفق المتحدث العسكري الروسي